اشتباك كلامي أودى بطاولة الحوار إلى أجل غير مسمى وبحسب محاضر الجلسة فإن الخلاف بدأ عقب مدخلة الوزير جبران باسيل وبحسب مصادر الجلسة فإن الوزير باسيل بدأ بالإشارة إلى أن هناك استهتارا بالحقوق المسيحية وأن طلبات هذا الفريق لا تلبى وكأننا حرف ناقص وأن تطبيق الميثاقية بات أمرا ملحا لاعتراف ببعضنا البعض وقال نحن نشعر بمظلومية جماعية وصرختنا لا تجد أذانا صاغية وإن لم يكن هناك من يريد الاستماع إلينا فنحن سننسحب وبحسب المصادر فإن باسيل توجه بالحديث إلى الرئيس بري متسائلا لماذا كل طرف يعين من يشاء ونحن لا يحق لنا ابدأ رأينا في قيادة الجيش مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الحكومة غير ميثاقية بغياب أربعة مكونات رئيسة منها الرئيس بري أجاب هناك حرص على المكونات السياسية فرد باسيل لا يوجد ترجمة لهذا الحرص وسأل هل حضور غازي يوسف وعقاب سقر يعطي ميثاقية في حال غياب حركة أمل وحزب الله وبحضور ما يمثل 6% من المسيحيين مجلس الوزراء فلا تؤمن الميثاقية هنا تدخل الوزير الفرنجي متوجها إلى باسيل تتحدثون عن الميثاقية لكن أحدا منكم لم يأتي لأخذ رأينا كل شيء تعرضونه علينا باسم حقوق المسيحيين إما أن نسير معكم وإما أن نصبح ضد الميثاقية والمسيحيين وكل شيء يناسبكم يكون ميثاقيا أتمنى على التيار والكتائب ما يفوتون بالحيط في زمن التسويات كما حصل في السابق نحن نناضل اليوم ونعمل على السردال ما خسرناه بسببكم ونتيجة حروبكم لأنكم معرفتوا تعقدوا تسويات صحيحة وفشلين بعقد التسويات تتحدث عن النسبة أنت بأي أهل حسب تحسب أنت شو بتمثل وأنت سقطت بكل الانتخابات النيابية أنت مجرد مدير للتيار الوطني بعد معينك الجنرال عون وأكمل أفرنجية أنا فخور بأني لست مسيحيا متطرفا ولا أذهب إلى السفرات باكيا أنا فخور بأني مسيحي عربي وطني والمشكلة أنكم لا تريدون شركاء إنما أتبع هنا قال باسيل اعتذر دولة الرئيس أتمنى لكم التوفيق بس نحن صار لازم ننسحب فرد بري ما رح اسمح لك ترمي مظلومية المسيحيين علينا وتمرك علي بتعليق الحوار عند انسحاب أي مكون أعلق الجلسات الرئيس نجيب ميقاتي توجه بالحديث إلى بري عقب مداخلة باسيل بالقول دولة الرئيس زعجني بكلام الوزير باسيل عبارة بدكنيانا أو ما بدكن وتابع في اتفاق الطائف أكدنا على العيش المشارك وجاء هذا الأمر كرد فعلنا على استمرار الحكومة برئاسة ميشيل عون على الرغم من انسحاب الوزراء المسلمين منها وقال لباسيل أنتم تخلطون بين المواثيق والدستور المواثيق تحدد سياسة عامة بينما الدستور يحدد النصوص الإجرائية مشيرا إلى أن العيش المشارك والمناصفة أمر ثابت لا تراجع عنه بينما أنتم تحولونه إلى عملية حسابية ولا يجوز تحويل العيش المشارك إلى مغانم فلنتحدث عن الدستور وتطبيقه ولنترك جانبا موضوع المثاق لأنه خارج أي بحث النائم محمد راعد كان قليل الكلام بحسب مصادر الجلسة وبعد استجالات وقبل رفع طاولة الحوار أدل بمدخلة أشار فيها إلى وجود أزمة والكل يعترف بها لكن لا بديل من الحوار هل نترك الأمر للشارع؟ لذا أطلب أن تكون هناك جلستان للبحث في سبل حل هذه المشكلة إلا أن أحدا لم يرد على هذا الطرح أما النائب طلال أرسلان فقد وصف مدخلة وزير باسيل بأنها من أخطر ما سمعه منذ انتهاء الحرب وهذا يتطلب إعادة مقاربة للأزمة اللبنانية لأن النظام وصل إلى نهايته وبالاستمرار بهذا الشكل لن نتمكن من لبنانة أي من الاستحقاقات لنبحث عن صيغة أخرى طالما أن هذا النظام يشجع على الحروب الأهلية والفساد داعيا إلى الذهاب إلى مؤتمر وتقول مصادر مشاركة في الحوار أن كل المسارات باتت مسارات أزمة والأمور تزداد تعقيدا وكأننا نذهب تجاه تعطيل كل شيء وبعد جلسة اليوم أصبحت المخارج صعبة وأن اتصالات اليومين المقبلين قد لا تأتي بأي نتيجة وتقول مصادر أخرى إن مدخلة الوزير فرنجي أنقذت البلاد من خلق مشكلة مسيحية إسلامية بعد مدخلة الوزير باسيل وإن فرنجي وضع في إطار المشكلة المسيحية لا سيما أنه بدى واضحا منذ افتتاح الجلسة أن التيار الوطني آت بخلفية تفجير طاولة الحوار باسل العريض قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر